اشتركوا في القناة لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا رب العالمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الأجر والثواب رسالة أرسلها إلى عبدالله بن سحيم مطوع أهل المجمع قال في تكملتها قال رحمه الله وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام المنتمين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين فهم داخلون تحت قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا كلام أبي شامة نعم وهو كلام جيد في علم التوحيد وعلم العقيدة فيجب الرجوع إليه والأخذ به ونشره بين الناس نعم أحسن الله إليك قال رحم الله وبهذه الطرق وأمثالها يعني الطرق الصوفية وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها نعم هذا يتدرج بصاحبه إلى هذه المهاوي الخطيرة بسبب الجهل بعلم التوحيد وعدم تعلمه وتعليمه للناس حتى يحذروا من هذه المزالق الخطيرة وما أكثر الكتب المضلة الآن ما أكثر الكتب المضلة الآن فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الكتب وأن يشرحوها للناس شرحا كافيا حتى يعلموا ما فيها من الخطورة نعم أحسن الله إليك قال ومن هذا القسم ما قد عمى الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد نعم بوشامة يقول زين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد تخليقها بالأصفاء والألوان الجذابة التي يظنها الجهال أنها خير لأن المنظر يجذب صاحبه إلى المهاوي إذا لم يكن عنده علم بعقيدة التوحيد نعم قال رحمه الله وَإِسْرَاجُوا مَوَاضِعَ فِي كُلِّ بَلَدٍ يَحْكِي لَهُمْ حَاكٍ أنه رأى في منامه أحداً ممن شهر بالصلاح فيفعلون ذلك نعم من أسباب انتشار هذا الوباء الشركي أنهم مع جهلهم بالتوحيد يحكي لهم حاكٍ مُضِل أنه رأى فيها من الصالحين أقواماً وأنها مُفيدة وأنها مُفيدة وأنها فيها خير فيظل الناس بمثل هذا في الرؤى والرؤى لا يُبنى عليها حكمٌ شرعي ولا يجوز أن يُبنى على الرؤية حكماً شرعياً بل الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما المنامات فأكثرها من الشياطين الذين يروجون الشرك على الناس نعم شيخنا حفظكم الله وإسراج ومواضع ما معنى الإسراج؟ سرج جعل فيها سرج على أنها مواطن خير يغترون الناس فيها إذا أسرجت الواجب أن تبقى ظلاماً حتى لا يغتر بها أحد نعم قَالَ فَيَفْعَلُونَ ذَلِكُ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُجَاوِزُونَ ذَلِكُ إِلَى أَنْ يَعْظُمَ وَقْعُ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ في قلوبهم نعم في الأول يحسنون الظن ثم يتدرج بهم الشيطان إلى أن يقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة بسبب تساهلهم واتباعهم للرؤى والرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي أحسن الله قال ثم يجاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم هذا سبب الإسراج إسراج الأمكنة يسبب أنهم يعتقدون فيها أنها مفيدة فيعظم تعلقهم بها حتى يظنون أنها أماكن عبادة وتوحيد نعم أحسن الله يرجون الشفاء لمرضاهم وقوضاء حوائجهم بالنذر لهم معنى النذر؟ النذر النذر هو أن ينذر يعني يلزم نفسه النذر أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لا أصل له في الشرع هذا النذر النذر على قسمين نذر طاعة وهذا يجب الوفاء به يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا هذا نذر الطاعة وأما نذر المعصية فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة وهو لا يدري نعم أحسن الله قال وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر هذه الأشياء التي يتعلقون بها إما عيون ماء أو حائط أو شجر ليس عندها شيء من النفع والضر هذه جوامد لا تنفع ولا تضر ولكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن أحسن الله قال وهي بين عيون وشجر وحائط وحجر وفي دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى نعم هذا أبو شام يذكر ما في الشام أبو شام رحمه الله يذكر ما في الشام من هذه الأوثان التي تعبد من دون الله عيون ماء وغيرها يحذر منها رحمه الله نعم أحسن الله قال كعوينة الحمى والشجرة الملعونة خارج باب النصر سهل الله قطعها آمين ونحن نقول سهل الله قطع كل شجرة من شجر الشرك نعم أحسن الله فما أشبهها بذات أنواط ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه ولا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه نعم هذا كلام أبي شام رحمه الله ينكر ما في الشام في وقته وزاد الأمر خطورة بعد وقته من الأشجار التي يتعلق بها ومن العيون العيون الماء التي يتبرك بها وغير ذلك وهو كما ذكر فالأمر يزداد والشر يزداد إلا إذا وجد من ينكره ويقاومه بعقيدة التوحيد نعم أحسن الله إليك قال الشيخ رحمه الله فتأمل ذكره في هذا النوع أنه نبذ لشريعة الإسلام وأنه خروج على الإيمان نعم تأمل كلام بشامة أنه نبذ للإيمان وخروج عن الإسلام نسأل الله العافية فلا يتساهل في هذه الأمور وإنما الواجب القضاء عليها والتحذير منها وبيان العقيدة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما انتشر الجهل انتشر الشرك نعم أحسن الله إليك ثم ذكر أنه عمل ابتلاء به في الشام ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا البلاء عمى في الشام وكثر نعم نعم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأنت قل لصاحبكم هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عمل ابتلاء به وغيره نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ذكر العلماء أن هؤلاء العلماء وغيرهم ذكروا أن الشرك فشى في الشام بسبب هذه الآثار الممقوطة نعم وعدم من ينكرها نعم عسن الله وصاحوا بأهله من أقطار الأرض وذكروا أن الدين عاد غريبا نعم نعم علماء الشام أنكروا هذا وقالوا أن الدين عاد غريبا والغريب هو الإنسان الذي يعيش بين أناس يخالفونه في العقيدة نعم 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 قال رحمه الله يخاطب عبد الله بن سحيم طوعه المجمعة في شأن بن مويس فهو بين اثنتين إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون نعم المويس هذا من خبثاء المشركين الذين يعيشون في بلاد سدير فالشيخ يوصي ابن سحيم رحمه الله يوصي في أن ينكر على هذا الظالم ويقول له يسأل علماء المجمعة يسأل علماء المجمعة هل التوحيد نعم عن هذا الأمر نعم إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون وإما أن يدعي أن زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك ولو هو لم يصلح الزاد شرا نعم أحسن الله قال رحمه الله ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند بن عزاز فيها إجازات له يعني ابن مويس من عند مشايخه وشيخ مشايخه رجل يقال يقال له عبد الغني ويثنون عليه في أوراقهم ويسمونه العارف بالله وهذا اشتهر عنه صوفي العارف بالله صوفي يعني نعم أحسن الله قال وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون نعم ابن عربي مشهور بالكفر والعياذ بالله والشرك وهذا العالم يشبه ابن عربي نعم حتى قال ابن المقري الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر نعم ما أحد يزكيهم أبدا من أهل السنة والجماعة ما يزكيهم إلا مشرك والعياذ بالله إلا إذا كان يجهل ما هم عليه فالجاهل يُعذر بالجهل حتى يتعلم نعم أحسن الله فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو شيخهم ويُثنون عليها أنه العارف بالله فكيف يكون الأمر ابن عربي هذا شيخ الصوفية شيخ الصوفية وهو من أضل خلق الله والعياذ بالله وهم يثنون عليه ويمدحونه فإن كانوا يجهلون ما هو عليه فالجهل وداء من قاتل ولا يجوز لهم أن يمدحوا وهم يجهلون حاله نعم عسسن الله قال رحمه الله ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس وهما بالشام ذلك الكلام العظيم واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم فكيف بزماننا نعم أهل العلم أثنوا على زمان على ذاك الزمان الذي يعيشون يعيش فيه بن سحيم وغيره وكما أشرنا سابقا أن بن سحيم رجلان رجل صالح معروف بالصلاح ورجل ظال والعياذ بالله وهو هذا نعم ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس وهما بالشام ذلك الكلام العظيم الذي سبق نعم وحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم فكيف بزماننا هكذا يقول الشيخ محمد رحمه الله زمانهم صالح أكثر صلاحا ومع هذا وقع فيه هذا هذا البلاء بسبب الجهل وعدم معرفة ما عليه الناس من العقائد الباطلة حتى ينهى عنها ويبينها فلا يجوز مدح مثل هذه الكتب وثنى عليها بل يجب الرد عليها والطعن فيها وبيان ما فيها من الظلال حتى تعرف وتجتنب نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ونفع الله بشيخنا الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وجعل ما كتبه وقرره في ميزان حسناته يوم القيامة إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة